أهلا بكم من جديد زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم اليوم معرضي الصحة العربي أرب هيلث وميدلا بالشرق الأوسط 2022 أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى غدا الخميس السابع والعشرين من يناير الجاري تحت شعار بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام بينما يقام معرض ميدلا بالشرق الأوسط 2022 تحت شعار تبني الابتكار لتغيير وجه التشخيص حيث يوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية مناقشة ومناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية وأشاد سمو خلال الزيارة بثقة العالم في الجهود التي تبدلها دبي في مجال تطوير الرعاية الصحية من خلال تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى التي تجمع أفضل العقول والشركات العاملة في القطاع الطبي لتبادل الخبرات واستعراض أفضل التقنيات التي وصل إليها العالم في مجال الرعاية والوقاية الصحية كما أشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي ومنظومة الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات وحرص القيادة الرشيدة على إبقاء هذا القطاع الحيوي على أعلى درجات الجهوزية من خلال تزويده بأحدث التقنيات والمختبرات على مستوى العالم مؤكدا سموه أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي للتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة